طيب أنا أريد أن أقل لك على شيئاً ثانياً طيب في مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في أي تعليق عندك عشان أريد أن أقل لك على شيئاً أو أقول تعليق يعني وأنت معي أنا أريد أن أقول لك أن هذه المباراة نظيفة تحكمياً وبحي إبراهيم نوريد الدين بصراحة النهار دا على قدام وأنا كمان ولكن في لقطة سقط فيها أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري تمام في الديا 16 والكابتن إبراهيم نوريد الدين أشار باستمرار اللعب وكان واضح أن أحمد سيد زيزو محدش لمسه كان هناك تحايل أه مش كان دي تستحق إنذار؟ هي دي تستحق الإنذار وكان الإنذار هو جوبي هنا في اللقطة دي أنا أتصل معك ولكن إبراهيم هنا أعتبر أن السقوط يعني هو دي رجعت بقى تأديرية الحكم أنا مش ببرر الإبراهيم أه تأديرية هو أعتبر أنه يعني رجليك عبرت في الأرض لكن دي مش مبرر ولكن أنا كنت هتستاني عن رأيي أنا هروح للإنذار للإنذار طبعا كابتن محمد صلى عبد الفتاح بشكرك جدا على وجودك معنا خابرنا التحكيمي أحمد سيد زيزو كان أحد ثلاثي إذا ملكاوي إذا كان قد حصل على بطاقة صفراء كان سيغيب عن مباراة القمة وهنا أنا بلوم أحمد سيد زيزو أفلتها من بطاقة صفراء أنا أراها لأن في نفس الوقت كان للناحية التانية فخري لكاي بيتحايل عشان ياخد ضرب الجزاء خد إنذار فلو كان للنحمد سيد زيزو مؤخرا بقت حاجات من الحاجات اللي هي منطقة الجزاء منطقة ملتهبة والسقوط فيها ممكن يجيب ضرب الجزاء وإذا ما لك حلوله مش كتيرة فحلوله هي إما عرضيات أو كرات سبتة أو ضرب الجزاء دلوقتي فخلي بالك أنت أفلت النهاردة من بطاقة صفراء يا زيزو أنا أرى أن هيك تستحق ولكن والكابتن محمد صلاح بالفتاح بحسب معلوماتنا إحنا طيب دي بحسب معلوماتنا لكن بمناسبة تصريحات الكابتن عبد الزهر السق على الجانب الآخر فقال إنه قرار من مجلس الإدارة وده أول تصريح رسمي في ظل الكلام عن بوبو وعن عمر كمان عبدالواحد لن نفرط في أي لعب في يناير كان قالها في الصيف على فكرة وفعلا ما فرطوش في أي لعب فبالتالي ممكن تاخد كلامهم أنه مصدق في القصة دي أنه مش مجرد تمويه ده بيان رسمي وقالوا فيه مش هنمشي ولا لعب في يناير إذن حسب تصريحات فيوتشر عمر كمان عبدالواحد مش هيمشي لنهاية الموسم وبوبو مش هيمشي لنهاية الموسم وفيوتشر في المركز الثاني حاليا ويلعب في الكونفيدرالية في دول المجموعة النحية الثانية كولر عايز عمر كمان عبدالواحد عايز عمر كمان عبدالواحد كنا أول من أشار إلى هذا الخبر واتباعا بقى الخبر منتشر إعلاميا طيب سريعا جدا الزمال يتجاله النهاردة 130 ألف دولار اتحكم له يعني من جانب الفيفا لجلاتة سراي